مرحبا برج الميزان حبايبي برج الميزان اغلب اللي بتعرف عليهم بتكون صفاتهم كتير حلوة واللي هم بس دبلو باسيين شوي اللي هم برج الميزان عارفين بالضبط ايش المطلوب منهم ايش لازم يعملوا دائما بالوقت المناسب والمكان المناسب فيهم جاذبية مش طبيعية كان يعني ما بعرف جنسيا او بالمظهر هم جذابين جدا ولما تيجي تعرف عليهم بتلاقيهم عن جد انه تمام مش فاضيين من جوا يعني مش من الناس اللي بس جذابين من برا وتقرب منهم تلاقي انه فاضي ولا اشي لا برج الميزان من اعظم الابراج مع انه اصدقائي مش اكتار من هذا البرج لكن برج الميزان كتير الورق حلو برج الميزان حبايبي بالفتر الماضية كان عندك في الشغل خلينا نحكي اول شي عن العمل الشغل مع انه برج الميزان بيهتم بالعاطفة والشغل في نفس المقدار وبالصحة يعني هم عندهم توازن اسمه الميزان بيحب التوازن في كل شيء ما بيحب انه يكون ناجح مثلا في العاطفة وفاشل في العمل او انه هاي اقل من هاي دائما بيحاولوا انهم يوصلوا لدرجة يكونوا راضيين عن حالهم من جميع النواحي عمليا وعاطفيا وصحيا كمان من الناس اللي بتهتم في اكلها وشربها وبشربوا مية كتير منيح وهم برج الميزان بيحبوا دائما بيطلوا بهاي الكاريزمة هما كاريزمة كتير برج الميزان وهاي الصفات اللي انا عم بحكي عنها رح تلعب دور كبير بالاشهر الجاي برج الميزان عانيت كتير كتير من ظلم في الشهر الاول والشهر الثاني بلج يخف بالشهر الثالث ورجع الشهر الرابع نيسان رجع للظهور لكن انا ببشرك انه هذا الامر رح يعني ينقطع تماما ويتوقف تماما من حياتك العملية الاشخاص اللي كانوا ضدك رح تنتصر عليهم عمليا وعلى الملأ يعني رح يستحوا من حالهم انهم كيف كانوا يدبروا لك الامور ويحكوا عليك من وراك ويعملوا كذا وكذا وكذا بس عشان انت سمعتك تخرب في الشغل حيكون في نصر كبير لإلك من بعد شهرين من هلا مش اوكي لا بالعكس رح تكون بس رح تكون يعني انه التحسن تدريجي متى رح تحس تماما بالنجاح الباهر والانتصار على هدول الاعداء حتحس خلاص انه كل شي انفضاح الاسرار الامور اللي كانت ضدك الحكي اللي كان ينحكى عليك كله مكشف انه كذب والناس رح تتعاطف معك كتير في هاي الفترة بس ما تكون مستعجل الامور هذا بده شوي تروي لانه عم بيجي بالتدريج فبوصيكم برج الميزان اتضلكم بهذا القلب الكبير اللي بيوسع الكل بتصبروا شوي لانه حيكون في عندكم سعادة كبيرة ونصر مش بس بشون كمان بالعاطفة والصحة بطمنكم من ناحية الصحة بس بدكم شوي تنتبهوا لموضوع ايش بيسم يعني الضهر انه ضهركم يمكن يوجعكم ما بعرف من كرسي الشغل من الكتر الشغل اللي بيكون عليكم وعلى فكرة حيكون في ضغط شغل كبير بشهر ستة لكن النتائج حتشوفها بعد هيك حتنبهر من النتائج حتحس انه تعبك في الشغل ما راح سدن من ناحية العاطفة المتزوجين في كانت مشاكل حتستمر هاي انا اسفة انه بقول انه حتستمر شوي هاي المشاكل اسبوع اسبوعين لكن بعد هيك الطرف الاخر راح يوعى على حاله راح يقول شو انا شو عم بعمل يعني انه حاضيع برج الميزان من ايدي يعني حيعمل كل شي لحتى يرجع هاي العلاقة الحلوة اللي كانت بيناتكم هذا بالنسبة للمتزوجين بالنسبة للعزاب حبايبي العزاب في خطبة في ارتباط مبين عندي في الاوراق في تساعات كبيرة في زواج في زفة في ما بعرف زغريد هاي اشي بموافقة الاهل طبعا الشخص اللي حتتعرفوا عليه ما كنتوا تعرفوه من قبل هو شخص حكيم كتير وشفاف مثلكم شخص جذاب كتير لبسه انيق جدا جميل من الخارج ومن الداخل ما بدي اقولكم انه يعني مية بالمية هو صافي او قلبه صافي هو اول ما حيتعرف عليكم حيحاول انه يعني مجرد صداقة وكذا واطلع وانزل بس حيلاقيكم وانتوا الشخص المناسب اللي هو عم بيدور عليه لفترة طويلة لذلك يعني بدي الحلوان يا برج الميزان انا بدي حلوان ما الي علاقة لانه في زواج وعلى فكرة برج الميزان من الناس اللي بيحبوا يعني بعد الزواج يكون في عيلة كبيرة يكون في اولاد ولدين ثلاثة اربعة مبعرف بيكون في عيلة ويكون لما هم بيحبوا هاي الاجواء كتير كتير ما بيحبوا يكونوا وحيدين ابدا واللي كان معذبهم بالفترة الماضية انه كانوا شبه وحيدين مش وحيدين كان في معاك شخص او اتنين في الشغل لكن اللي زاد الطين بل للفترة الماضية انه كان في عندك كمان يعني بالنسبة للعطفة بالنسبة للشغل التنين يعني هاي حتى الكروت فوق بعض التنين كانوا مش اوكي بالنسبة اليك وعلى فكرة انت كنت شاكك في الشريك شكك على فكرة مش مزبوط هو مجرد كان في فطور بالعلاقة لكن ما كان جرح ابدا هذا انت بتهيئ لك لانه بيين عندي بالاخر انه في سعادة كبيرة في شخص حلو حيظهر في حياتك شخص نضيف كتير من جوه مناسب للك كرزين خلينا نقول برزانة برج الميزان بس بدي اياك يا برج الميزان تتفاقل شوي وما تستعجل الامور انا بعرف انك صبور كتير على نجاحاتك انت من الناس اللي يعني بطبخوا الطبخة وبيطولوا بالطبخة علشان بالاخير تكون النتيجة كتير حلوة وبحب هاي الصفة طبعا في برج الميزان انه من الناس هم اللي بيشتغلوا كتير على هدفهم ماهمهم شهر شهرين ثلاثة يشتغلوا على هدفهم بس حاطين في بالهم يعني هم عندهم يقين انه هذا الاشي حينجح وفعلا بالثلاث اشهر الجايين او الاربع اشهر خلينا نحكي حيكون في انتصار كبير حيكون فيه وفرة مالية كبيرة الان المادة يعني مش تمام لكن احسن من الاشهر الماضية المادة عم تتحسن الحب قلنا انه بالنسبة للمتزوجين كان فيه شوية مشاكل والحمدلله الامور من حسن لا احسن يعني الطرف التاني ما كان يخون حتى لو كان يحكي مع حدا فهو كان بس من نوع ما بعرف انه غلطة هم مع حسن حالهم غلطانين بالنسبة للعزاب فيه سعادة كبيرة كمان وفيه تجمهر للأهل والحبايب والاصحاب فهو وكمان برج الميزان من الناس اللي بنشروا الفرحة يعني ما بيحبوا يكونوا هم مبسوطين لحالهم لما انا اقول مبسوط لا لازم كل اللي حوالي يكونوا مبسوطين ولازم اذا انا كان معي فلوس لازم كل اللي حوالي كمان يصيروا معهم فلوس واساعدهم فهذا اشي كتير حلو بالميزان ليش؟ لانه شخصيته مبنية على التوازن والتكافؤ بيحب الامور دائما تتروح بمجراء الصحيح هو انسان مستقيم وانا كتير ببارك لك على الفترة الجاي اللي كتير حلوة وغود لك لبرج الميزان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر